السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في هذا الفيديو سنرى تمرين رابع هدف هذا التمرين هو اتباع مثلث يقول التمرين write a program which asks the user to enter a number in and draws a triangle of stars يعني سيطلب من المستخدم ادخال القيمة وحسب هذه القيمة هنطبع مثلث من النجوم لو كانت الآن تساوي خمسة هيكون عندي سطر أول يحتوي على خمسة نجوم السطر اللي تحته هيحتوي على أربع نجوم السطر الثالث يحتوي على ثلاثة نجوم السطر الرابع يحتوي على نجمتين والسطر الأخير على نجمة واحدة لحل هذا التمرين يمكن أن نلاحظ أن بالنسبة للسطر الأول عندما الآل تساوي سفر عندي كم من نجمة خمسة نجوم يعني آن نجمة عندما الآل تساوي واحد اللاين رقم واحد كم عندي من نجمة آن سالب واحد عندما الآل تساوي ثنين نلاحظ أن عدد النجوم هي آن سالب ثنين خمسة سالب ثنين ثلاثة عندما الآل تساوي ثلاثة عدد النجوم هي آن خمسة سالب ثلاثة يعني نجمتين وأخيرا عندما الآل تساوي أربعة كم عدد من نجوم؟ نجمة واحدة يعني خمسة سالب أربعة إذن المعادلة التي سنستعملها لحل هذا البرنامج هي عدد النجوم في كل سطر تساوي آن سالب رقم السطر هذه هي المعادلة التي سنستعملها لحل هذا التمرين لحل هذا التمرين أقترح عليكم الكود التالي إذن سأعرف ثلاثة متغيرات N القيمة المدخلة و L و C L هي مثل ال line و C مثل ال column سأطلب من المستخدم إدخال القيمة Enter number N C in N ثم سأقوم ب for loop ولا تمثل الانتقال من سطر إلى آخر for L يسوي 0 L أصغر من N L++ ثم سأسوي for ثانية for C يسوي 0 إلى كم النجمة سأقوم بتباعتها أذكركم أن وجدنا معادلة تتمثل في كل line تحتوي على N سالب L نجمة هنا سنكتب N سالب L نجمة C++ و أطبع و أطبع النجوم بعد أن أخرج من هذه الفور نضع C out عودة إلى السطر و نفذ هذا البرنامج و نفذ هذا البرنامج Enter number N لو كتبت N تساوي 5 عندي سطر أول يحتوي على كم النجمة ثم 1 ثم 1 ثم 3 ثم 2 ثم 1 و نفذ البرنامج من جديد أضع مثلاً القيمة 10 أن نتحصل على مثلث أكبر ثم 1 ثم 2 ثم 3 ثم 3 شكرا